دكتور إدريس ماذا يعني تحديد سعر صرف موحد للدينار الليبي أمام الدولار؟ ما معنى هذه الخطوة؟ ما أهميتها بالنسبة للاقتصاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طبعا تحديد سعر صرف تعادلي جديد للدينار الليبي أتى بعد أن وصلت الأسعار في السوق السوداء إلى أرقام غياسية نظرا للسياسة الكمية المشددة التي تبحى المصرف المركزي في السنوات الماضية ونحن نعلم أن في عام 2018 نتيجة لضغط شديد ونتيجة للمشاكل التي حدثت بما فيها حرب الاحتمادات في طرابلس واتفاق وقف اطلاق النار اللي تم في الزاوية أجبر المصرف المركزي على أن يقبل بفرض رسم على بيع العملة الأجنبية بحيث خلقت سعر آخر غير السعر الرسمي سعر يعلو عن السعر الرسمي وفي ذلك الوقت كان هناك انقسام للمصرف المركزي فلم يستطع المحافظ أن يتخذ قرارا بتعديل سعر الصرف نظرا لغياب مجلس الإدارة المختص قانونا بهذا الأمر فضر إلى قبول رسم فرضته السلطة التنفيذية وهي غير مختصة قانونا فرضها مجلس الوزراء أو المجلس الرئاسي في ذلك الوقت كان الرسم 200% من سعر الصرف الرسمي طبعا نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعت طيلة السنوات الماضية والتفرد المحافظ بقرارات مجلس الإدارة أنت تعلم أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم هذا كان يمكن الأول منذ ست سنوات أو الثاني لأن الأسبوع الماضي داروا اجتماع حددوا فيه اجتماع اليوم اللي هو حينقش فيه بند واحد وهو تعديل سعر الصرف طبعا قاموا بتعديل إلى سعر يخترب من سعر السوق السوداء وكثير من الاقتصاديين وحتى رجال الأعمال يروا أن هذا السعر مرتفع أكثر مما كانوا يتوقعونه لكن الأهم والأخضر أن ثبتوا حسب القرارة وحسب البيان هذا السعر اتجاه وحدة حقوق الصحب الخاصة معنى ذلك أن سيكون سعر رسمي مثبت وهذه مشكلة نحن كنا نتوقع أن يعلن سعر تجاري معلن يتم البيع به على أن يبقى السعر الرسمي تجاه وحدة حقوق الصحب الخاصة على ما هو عليه إلى أن ويتم التخفيض التدريجي للسعر التجاري الخاص المعلن شيئا فشيئا بالطريقة سعر الصرف الزاحف إلى أن يصلوا إلى السعر الذي يستهدفونه استهدفون مثلا دينارين ونص ثلاثة دينار للدولار عند ذلك يتخذ قرار التثبيت تجاه وحدة حقوق الصحب الخاصة لكن حسب البيان المعلن اليوم أنهم اتخذوا هذا القرار وخفضوا الدينار الليبي تجاه وحدة حقوق الصحب الخاصة هو كان يساوي فاصلة 51% تقريبا من وحدة حقوق الصحب الخاصة أصبح في حدوث 15% فقط من وحدة حقوق الصحب الخاصة طبعا رائعي حاجة أن في الثمانينات إلى الثمانينات كان الدينار الليبي يعادل 2.8 من 10 يعني قرابة ثلاث وحدات حقوق الصحب الخاصة الآن أصبح يعادل 15% فقط من حقوق الصحب الخاصة ترجمة نانسي قنقر